حرب شارفت على ختام عامها الثاني بين روسيا وأوكرانيا لم تهدأ بل تتصاعد بشكل مستمر لتضع العالم كله في مأزق نتيجة استمرار تلك الأزمة التي أثرت تداعياتها على شعوب دول العالم من مشرق الأرض إلى مغربها أزمة بلغت ذروتها وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة في محاولة من كل جانب مواصلة الاقتتال من أجل تحقيق أي مكاسب على أرض الميدان فخلال الأيام الأخيرة أعلنت القوات الجوية الأوكرانية شن روسيا هجوما ضخما على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ باليستية وصواريخ كروز فيما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أن روسيا أطلقت 110 صواريخ على أوكرانيا وتم إسقاط معظمها هجمات روسية طالت حسب ما أعلن مسؤولون في الإدارة الأوكرانية منشآت طبية ومبانية سكنية وبنية تحتية حيوية ومحطات للطاقة الكهربائية في العاصمة كييف ومنطقة دينبرو وأودسا وخركيف ولفيف وأسفرت عن مقتل العديد من المواطنين وإصابة العشرات هجوم سبقه بأيام استهداف أوكراني لسفينة حربية روسية في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم يشتبه أنها كانت محملة بطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتي تستخدمها موسكو في حربها ضد كييف حسب ما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية حيث اعترفت السلطات الروسية بأن هناك خسائر وأضرار لحقت بتلك السفينة دون أن توضح طبيعة تلك الأضرار توترات متزايدة أو شكت على دخول أعضاء حلف الناتو لمواجهة مباشرة مع روسيا وعدم الاكتفاء بإمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر فمنذ بداية الأزمة وسعت دول الناتو إلى زيادة ميزانية دفاعها وزيادة أعداد جنود احتياطها تحسباً لامتداد ذلك الصراع إلى حدودهم أزمة صارت أشبه بكرة اللهب تكبر يوماً بعد يوم في ظل إصرار روسيا على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية التي أعلنتها منذ بداية الحرب لمنع توسع النفوذ الغربي على حدودها من جهة ورغبة الدول الغربية في تقليم أظافر روسيا ودفع لأوكرانيا للانضمام إلى التكتل ونشر قوات عسكرية بالقرب من حدود موسكو من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر